بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبدالفتح السيسي بوضع إكليل من الظهور على النصب التفكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر كما وضع الرئيس سيسي إكليل من الظهور على قابري الزعيمين الراحلين أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام الفين واربعة وعشرين قام السيد الرئيس عبدالفتح السي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول عبدالمجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر سلام الشهيد سلام سلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليل الظهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرتي كما صافح عددا من قدام قادة حرب أكتوبر وعددا من قادة القوات المسلحة وعددا من كبار رجال الدولة ثم توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بكبر القبة حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة